السلام عليكم كانت منا تكونوا بخير وعلى خير ومحبب بكم مع تانية في القناة ديالي كيف معوتكم ديما الجديد فاليوم جبت لكم مصفة جديدة لديدة وصحية الكبار وصغر نقدم لكم طريقة تحدى ديال ليمي فاولة لكبكيك بدون سكة وصحيين فقبل ما نبدأوا إلا كنتوا أول معك تشاهدوا القناة تابنوا وضغطوا على الجرس باش دائما تلصوا بالجديد نحتاجوا أبعاد البنانات يكونوا طيبين مزيان خاص يكونوا طيبين باش مكيعتون لناشتك المنطقة ديال ناشف الكيك جوج ديال الكيسان ديال فلوكون دافوان ولا شوفان ولا الخطال شوية ديال شوكولات ديال حبيبة شوكولات من النوع الجيد جوج بيضات معلقة صغيرة ديال بيكاربونات ديال صودا جوج معلقة صغيرة ديال الخميات الحلوة وجوص الطيب والقوزة أبعاد المعلقة ديال العسل استدل معلقة ديال زيتون معلقة طبعه شوية ديال القافة هذا هو الأساس ديال هاد الوصفة فممكن تضيفوا فوكه الجافة فكان ناخد واحد لبول في ان نصيب فيه الخالط وكان نبدأ نقشى البانان فكيف سبق لي قلت لكم كان ناخدو البانان يكون طيب فكما كنت جاهدو على طيب هدي شوية ما طيباش كلما كان البانان طيب كلما كيكون أحسن لانما حدو كيكون طيب كيطلق داك اللوغو السكر يعني كيطلق الحلاوة ديالو ما كنحتاجوش نضيفه لسكا لاتي حاجة وايضا ما كيخليش داك المعضاق ديال الناشا في الكيك من اللي كيتاب الكيك وكان بده وكانت ضوقه ما كنحسوش بالمعضاق ديال الناشا فكيف كتشوفو كان بده كان نقشاهم هنا كان قطعهم غاب يدي حيث عضيجه طيب فكما بقوا هكا حتى كنكملو الكيمية كاملة اللي عندنا البانان فمن الأحسن يكون كما هذي لدات يكون طايبة بزاف كلما كيكون طايب بزاف كلما كيكون ألده أحسن فهدلو كيك كيما قد لكم كيصلح لكم تديو باي لقود دايس وقتو دابا مع الدخول المضاعصي تقدو تعطاه لوليداتكم فهنا غادي ناخد واحد الفورشات وغادي نبدأ كان نمس بها البانان بالنسبة للناس اللي عندهم ديك الالة ديال الباطاطا باش كيتصيبوا لها بيوري ممكن أنكم تتخدموها فكام بده وكان نمسوها شوية بشوية كيف ما كتشاهدوا اللي كيكون طايبة كيتمسع التمس معانا ضغية بالنسبة للخالي شوية قاسح فكياخد لي الوقت باش أنه يتمس نصح لي أن أعطيكم ما تحولوش أنكم تحنوا في طحانة الكهابائية لأن إلا طحنتوا في طحانة الكهابائية كيتميه وكيجي جاي فكام قوي كنمسوها كبليد حتى كان حتى كيتمس كامل وكيبقوا دي مخصو ماشي مشكل تيبقوا دي بتي مخصو ماشي مشكل ثم بعد كنضيفو الزيت وكان بده وكان خلطوه مزيان هنطلفت استدلم عالق دي الزيت استدلم عالق كبائين كان بده كنخلط مزيان حتى كتنسى جمليه الزيت مع البانان ما نخليوش الزيت تبقاها عيمة إن فوقت نسى جمليه الزيت كان نضيف العسل هنطلت عبعد مع العالق كبائين دي العسل ونفس الطريقة غادين بده نخلطو بالنسبة للزيت هنستعملت الزيتون تقدو تستعملو لكنت عندكم متوفاة في البيت زيت الكوكو ولا زيت اللوس ممكن تستخدموها تكون أحسن ولكن هنحتى الزيت الزيتون هنكتخليش داك المعضاق دي الزيتون دي الزيتون من بعد هنا غادين نضيف البيت فكنضيف وحده بوحده وكنضيفها دي عكتر مو مع الخالط يعني ماشي كان طعب البيت بوحده وعد كان ضيفه كان ضيفه نيشا مع الخالط وكنبده كان خلط باش يندمج لي البيت مع الخالط كامل فهنا بالنسبة اللي فلوكون دافوان ولا الشوفان ولا الخطال قبل ما كانستعملوهم خصنا نطحنوهم فهنا خطيت تكجوج كيسان نطحنوهم تقدو تستعملو إلا ما عندكم مش بحل هادي تستعملو الطحان اللي كتتتحنو بيالعطايا فكيجي على هاتشكل من بعد ما كانتحنوه فغادي نضيفه للخالط وغادي نبدأ كنخلطه مزيان غادي نبدأ نخلطه مزيان حتى كي ندمج الخالط كامل فهنا كيف كتلاحظو كيجيكم العجينة مازالة سائلة مازالة جاية لأنه الخطال والشوفان كياخد الوقت باش كيشاب السوائل فهنا نبدأ نضيف الشوكولة والحبيبة الشوكولة من الأحسن تاخدو شي نوع جيد اخدو 55% ولا 72% على حسب جيبكم وكان نضيف فواكه الجافة اللي قلت لكم اختياري انا هنا اضفت الزبيب كان بقى عندي شوية دي الزبيب وغادي نضيف حتى شوية دي اللوز اللي كان شاطلي موصفة اخرى فكان نضيفه حتى هو اللوز شوية مهامش إلا كان عندكم اللوز بقشورة تقضو غايتقطعوه وضيفه بقشور ماشي مشكيل من بعد غادي نضيف واحد نصف مع القصغية دي القافة القافة كتوتى بزاف مع شوكولات ومع العسل يعني المعضة قادي يجيكم هائل ودابا غادي ناخد شوية دي المسكاد ولا جوزة الطيب ولا القوزة غادي نحكي غاشي شوية فحتى هيكت تتعتانا واحد دلوقول اللي هو زوين بزاف دابا غادي نضيف البيكاربونات دي الصودة مع الخميات دي القاتو الخميات الحلوة مع البيكار غادي نضيفهم ومن بعد غادي نمزلج كل شي غاب مالقا ولا فوق شاد غادي نمزلج كل شي فهنا كيف كتشاهدوها بدا الخالط كيتقل غاب ما بينحطت المقادير دابا بدك تشوفان كيشاب فهنا تقدو تضيفو اي نوع دي الفواكه الجافة اللي بغيتو تقدو تضيفو الطماش جايحة لكانت عندكم القاقع، البيستاش، الكاجو مهم تفننو كيما بغيتو وزيدو الإضافات اللي عندكم متوفاة في البيت هنا أنا سخنت لفاها من قبل ووجدت لاتة ديال اللي ميفا فكان ناخد هاد المعلقة ديال لغلاس هي باش كان عبابيها فكان دي معلقة في الكيسات معلقة في الوحدة فهد المقدار اللي دات كي خاجو لنا 18 الكابكيك فدوا ممكن تنقصو اللي تزيدو على حسب على حسب شحن الكيمياء اللي بغيتو بالنسبة اللي ما عندهم مش هاد اللاتا ديال اللي ميفا فممكن يغايدو بلو الكاريت وديهم في الفاني طيبو فكان بقاو مستمعين هاكا ولي ما عندوش هاد هاد المغافة ديال اللي فكيد يعينو ميزانو المهم هاد الكمية كتعتاكم 18 لداتون الكمية تعتاكم 9 فباش تعافوش حال شحال تعاموهم فانباد كان بقاو مستمعين حتى كان عامو قاع الكمية كاملة وغادي نحطهم طيبو كيف ما قلت لكم الفان ديالج سخون خصي كل فان سخون وكن نحطهم طيبو بالنسبة اللاتا ما نحشي هاكا نطيب غير فالفان ديال الغاز فما غادي نحشي هاكا غادي نداش يقص ديال بالتحت وغادي نواهي كمشكل ديال هم كيف يجي فهذا هو الشكل النهائي كيف يجي فكنتمنى ان الوصفة اليوم تكون لتعجبكم نقول لكم نهاكم بو كنت لقوا في وصفة جديدة ان شاء الله